اشتركوا في القناة النكال يعني جعلناها نكال النكال احنا نفهمه انه الايه العقوب والتنكيل لكن العقوبة انما تنشأوا عن تجريم لان يقولهم انك انت لا يمكن ان تعاقب الا اذا جرمت تعاقب لايه لازم عمل جريمة طيب ومين اللي يقول الجريمة ولا تجريمة الا بنص يبقى قبل ما تعاقب لازم تجرم وقبل ما تجرم لازم تنص تقول دي جريمة ما تجيش لوحد تعاقب تقول لا دا دي جريمة نقولك اين القانون الذي قال ان هذه تشكل جريمة يبقى قبل كده عشان الناس يبقى على بينة من امر سلوكها فلا عقوبة الا بتجريم ولا تجريمة الا بنص لازم يوجد ايه يوجد نص طيب مدام ما فيش عقوبة الا بتجريم ولا تجريمة الا ايه الا بنص يوم لما تشرع العقوبة شرع العقوبة كما قلنا ليس معناه انها تقع الجريمة دا شرع العقوبة معناه ان خافوا حقافوا العقوبة فما تعملوهاش لكن اذا صنعت بالفعل نبقى نوقع العقوبة ولا ما نوقعش العقوبة توقع العقوبة طيب ساعة ما تقع العقوبة ويراها الغير تقوم تقول دا دا تقنين ماهوش لعب دا اللي يعمل جريمة سيعاقب هذا الايه العقاب تقوم تجعله غيره لا يفعله يبقى فيه نكول نكول يعني امتناع عن الفعل يبقى العقوبة على جريمة حين تقع تمنع ان تقع جريمة اخرى ممن رأى العقوبة واقعة بالذي اجرم اولا ومنه النكول في اليمين واحد يحلف يمينا ثم يرجع فيه يبقى نكالا لما بينه دا يعني جعلنا المسخ كربا والعملية ديا عقوبة وعبرة بحيث حين يراها الموجود الآن ينقل عن الجريمة ما يعملهاش وتكون عبرة وعزة لمن يأتي لمن يأتي نكالا لما بين يديها يعني الموجود الايه المعاصر وما خلفها يعني اللي يجي اللي يجي بعدها وما خلفها وموعظة للمتقين يعني كأنها عزة ايضا علشان الناس تفتكر ان فيها عين ساهرة على القيامة على حدود الله فنا عزهم نقول لهم اياكم ان ترتكبوا جريمة لان في عقوبة لهذه الايه الجريمة فقوا نفسكم ايه شر العقوبة هنا في الدنيا وشر العذاب في الايه في الاخرة اشتركوا في القناة